ما هو الشيء الذي يميز حركة البناء في حملتها الانتخابية عن شركائها من بقية الأحزاب في دعم المترشح تبون؟ أولاً نحن دائماً نقول في حركة البناء الوطني نحن كل من ناصرنا المرشع بالمزيد تبون نحن فريق كورت قدم واحد في الدفاع واحد في الهجوم واحد في حراسة المرمى واحد ما يتميز على الآخر وكلنا نكمل بعضنا البعض هذا من حيث المبدأ ربما احنا في حركة البناء الوطني انتهجنا انتهاج آخر عشنا حياة الناس انتقلنا مش للعمل الجواري للعمل الجواري تركناه للشباب والنساء اللي الآن عملنا الاجتماع التكريمي للمسؤولات للعمل النسوي في العمل الجواري تركنا ليه مهمة هذا العمل هذا احنا عشنا عمل مش جواري عمل تفاعلي تحاوري مش استضامي ولكن يكاد يبلغ الى الاستضام من جهة المواطن المحتج على رئيس البلدية او المحتج على مسؤول من المسؤولات المحتج على الحفر المحتج على الصرف الصحي المحتج على الانارة المحتج كذا ويشوفك ربما ترمز الى السلطة فهو عمل مش سهل انك تروح تواجه مواطن هائج مواطن يطالب وهذا طبيعة شعب الجزائر يطالب بحقوق في عديد من الاشياء في السكن وفي الاراضي الزراعية وفي 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 الان فقط في قناتكم في قناة راهي الان قبل اربع ايام خمس ايام فريق الرصد اليوتوبات اللي عندكم المقاطع الفيديو اللي عندكم وهي ايجابية للترويج لبرنامج مرشحنا عبد الماجي التبون قاربت اظن العشرين كانت تجاوز ستعشر مليون مشاهدة هذه في قناة واحدة اكثر من ستعشر مليون مشاهدة انتكلم على اربع ايام خمس ايام قبل اليوم اول قناةٍ الكترونية في الجزائر